موسيقى على الود والخير نلتقي سادة المشاهدين وأهلا وسهلا بكم وهذا لقاء خاص في دقيقة ضيفنا لهذا اليوم مدير صنف الهندسة العالية الكهربائية اللواء ستار ماجود أهلا وسهلا سيادة اللواء نعم سيادة اللواء حملات كثيرة تقوم بها مديرية الهندسة العالية الكهربائية في إعادة تأهيل العجلات تجميع المواد الاحتياطية هل هذا يتم بأيادة عراقية؟ تم إجراء كثيرة من الحملات تجري بأيادة عراقية وهذه الأيادة العراقية حقيقة يدمجون الليلة في النهار من أجل إنجاز هذه العجلات وإعادتها الخدمة وتقوم بواجباتها الآن في ساحات المعركة نعم وزارة الدفاع لديها الكثير من الخبرات سواء أكاديمية أو عملية كيف يمكن للصنف الاستفادة منهم؟ نعم كثير من العناصر الفنية ضباط ومرات المدنيين لديهم شهادات فنية دبلوم وكالوريوس وكذلك حتى شهادة الدكتوراه والآن نستفاد من عندهم في الصيانة والتصيح وإعداد الخطط للصيانة والتصيح عندما يتم إرسال كوادر خارج العراق من أجل تطويرهم أو إقامة دورات لهم هل يتم الاستفادة منهم أو ممكن أن يكونوا مدربين أو معلمين بالمستقبل؟ نعم كثير من عناصرنا الفنية تم إرسالها بدورات متعددة إلى دول المنشأ المصدرة لنا من الأسلحة والمدافع والدروع والعجلات ومن يجون هنا للعراق حقيقة يقومون بتدريب العناصر الجديدة والداخلة حديثة للجيش العراقي ليستطيعون تقديم الإدامة والصيانة الفنية لهذه العجلات والدروع والأسلحة والمدافع كيف يمكن لصنف الهندسة الآلية التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة منها؟ هناك شركات في بداية تأسيس الجيش العراقي الحديث استطاعنا أن نتعاون معهم في تقديم الدعم والإسناد للجيش العراقي والآن جميع الشركات انسحبت والتصيح والصيانة تتم بيادي عراقية 100% معمل المهمات الذي أنشئ مؤخرا وهو لرفض الجيش العراقي بالآثاء سواء كراسي أو دواليب كيف وفرتم الأجواء المناسبة؟ وهل يتم العمل بأياد عراقية؟ توجيه من السيد معالي وزير الدفاع المحترام والسيد رئيس أركان الجيش والسيد معامل الميرة بتأمين الأثاث المعدني والخشبي والإعلم اليوم لوحدات الجيش كافة وبهذا تم تأسيس هذا المعمل الذي يقوم حاليا بسد النقص الحاصل من الأسرة والدواليب وكافة الأثاث المعدني والخشبي فيما يخص العجلات التي ينتهي العمر الافتراضي لها كيف يمكن لصنف الهندسة الآلية الاستفادة منها؟ حقيقة لكل شيء عمر العجلات عندنا لجان للتصنيف تقوم دوريا بزيارة الوحدات وتقديم الرأي الفني في حالة تصنيف قسم من هذه العجلات تحايل لقسم الإعادة بعد إجراء معاملات أصولية مؤيدة من الحركات العسكرية ومصادقة فعندها تصنيفها تسلب إلى قسم الإعادة المتوزعة لدينا معادة بالجنوب ومعادة بالشمال ومعادة كذلك في بغداد فهذه العجلات والدروع والدبابات يمكن استفادها من قسم من الأجزاء الغير متهالكة والغير مستهلكة في عادة الحياة وتصيح العاطل من العجلات من نفس النوع سيادة اليواء دوركم أثناء المعارك كان مهم اليوم وبعد انتهاء المعارك على ماذا اقتصر دوركم؟ والله دورنا إجراء الصيانة الفنية الكاملة إجراء الصيانة الفنية كل 1500 و 3000 كيلومتر وكذلك بإجراء الصيانة والتدريب والدورات لوحدات الجيش كافة أكثر العجلات كانت من مناشى عالمية وأغلبها دمرت أثناء المعارك وكان مطلوب إعادة تأهيلها بالسرعة الممكنة كيف عالشتم هذه المعضلة؟ في ظروف المعارك حتى استطعنا أن نرسل مفارز متقدمة للتصليح قريبا من الخط الأمامي وقاموا بعادة تصليح وصيانة هذه العجلات والدروع والأسلحة والمهمات وعدها الخدمة ماذا ينقص المؤسسة العسكرية لكي تكون مؤسسة إنتاجية؟ نحن بالوقت الحاضر الحمد لله نقوم بالتصليح والصيانة لعجلات ودروع ودافع الجيش وكذلك توجد خبرات تستطيع أن تقوم بتصليحات الخط الأول والثاني والثالث والرابع وأعتقد هو الرابع سابقا ما تستطيع إلا الدول الكبرى بقيام به يعني نحن هسا عندنا كثير من الدروع والعجلات من مخلفات الجيش السابق عندناها للخدمة 100% يعني من الهيكل من الشاصي إلى كافة الأجزاء العجلة وهسا عندنا الحمد لله بالأيام المقبلة يفتتح السيد معالي وزير الدفاع وسيد الرئيسر كان الجيش وسيد المعاون المحترم حملة لصيانة مئات العجلات والأسلحة والمدافع وعدها الخدمة سياتي لو أهل من الممكن أن نشهد صناعة وطنية عسكرية في مجال العجلات والأسلحة بدل من أن يقتصر دوركم على إعادة التأهيل؟ نعم هناك كوادر فنية طموحة ومخلصة لتقديم وإجراء كافة بعد توفر المواد الأولية والاحتياطية وقسم من الأجهزة والمعدات التي لا يمكن إلا أن تستورد من خارج أن تكون مؤسسة انتاجية إلى هنا ينتهي لقاءنا بمدير صنف الهندسة الآلية الكهربائية شكرا جزيلا حضرتك شكرا وأشكركم ومشكر خاطر